بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا رب ماذا تريد أن أفعل ناخد كده فكرة عن موضوع الهروب من الموت غريب العنوان ده شوية بس أقول لكم إعلقت بالموضوع يا رب ماذا تريد أن أفعل حاجة خاصة بالقديس بولس هل الواحد ربنا عاوزه يفتري على نفسه ولا يراعي صحته هل ربنا بيبقى عاوز الواحد يتخطى حدوده الطبيعية ولا يقبل ضعفاته ساعات السؤال ده الأخبط ليه لأنه في قاعدة تقول من يهلك نفسه من أجل يجدها وفي حتة تاني يقول لا نرتقي فوق ما ينبغي بل نرتقي إلى التعقل طب يا رب أكون عائل متعقل ولا أكون مفتري على نفسي وأهلك نفسي من أجلك وخلاص موضوعات الحكاية دي تحير بول أنا هقول لكم ملخص الفكرة وبعدين همش معها حتة حتة عشان تعرفوا بولس الرسول وإن كان قابل المسيح وسأل السؤال ده في أول حياته لكن آخر حياته كان مختلف تماما بمعنى في نمو في أدراك ماشيئة الله إحنا نهاردة مبتدئين بنكتشف كده ربنا عاوز مننا إيه بس بعد عشر سنين لو ربنا دانا عمره وعمق هنكتشف أن إحنا ما كناش فاهمينه برضو وأن في مستوى أعمق من فهم ربنا بولس الرسول في أول حياته كل مرة كان يتعرض للموت كان يهرب أو يهربوه فآخر حياته كان عارف كويس قوي هيموت إمتى وزاي يبقى واضح بقى أنه حصل نوع من النضج الروحي حتى في الحتة دي كان مقبل جدا على النهاية الواضحة عنده طب في أول حياته لما كان بيهرب دي مشيئت ولا مشيئت ربنا ده اللي هنشوفه بقى تعالوا نمشي معها حتى حتى للوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله بعد اللقاء بتاع عمل تسعة بولس ابتدى يبشر في دمشق فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي أهلك في أرشاليم الذين يدعون بهذا الاسم وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوا أنا متصور أن في المرحلة دي ممكن بولس يقف حتى في كورنار كده أعوذني يا رب أمد دلوقتي ولا هكام بالرسالتين وده سؤال صعب دلوقتي فيه مؤامرة لقتل بولس ماذا تريد يا رب أن أفعل أسيب نفسي وأقع في أديهم وبقى زي استفنوص صحبي وحبيبي ما فاتس عليه سنة ولا في حاجة تاني نشوف فعالي ما شاول بمكيدته وكانوا يراقبون الأبواب نهارا وليلا لعنده المصرين يمسكوه فما كان أسهل أن شاول يظهر لهم يمسكوني ليقتلوا فأخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوا من الصور مدلين إياه في سل ممكن حد يجاوه بيقول طب ما هو مش رغبته هم التلاميذ أكبروا يهربوا بيحبوه فخبوه وبالليل هربوه من الصور هنجبها في التلاميذ طب نشوف مرتان ولما جاء شاول إلى أرشاليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ فأخذوا برنابة وأحضروا إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلموا وكيف جهر في دمشق باسم يسوع فكان معهم يدخل آخرك فرحم بقى دخلوا خارج مع الرسل وبيقدم المسيح ويجاهر باسم الرب يسوع وكان يخاطب ويباحث اليونانين فحاولوا أن يقتلوا طب ما سبتش نفسك ليه مش أنت عارف أن المسيح مات عشانك ما تموت عشانه وشفت واحد مثل أعلى ليك استفانوس وكان ردب عنك ما كانش بولس لسه ترسم حاجة لسه ولا شمس ولا أسقف قال استفانوس كان رئيس الشمامس وبرده استشت فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى ترسوس يا ترى دي ما شئته ولا ما شئت الناس ولا ما شئت ربنا محدش أهل محدش عارف لكن أتصور أنه في المرحلة دي ما الحقش يفكر ويقول له عاوز نعيش ولا موت هو أنقاد لضغط المحيطين لأنه بيحبوا وأنقاد للتفكير الطبيعي بدل في فرصة نهرب ما نهرب أحياناً يحصل كده يا جماعة أن الواحد ينقاد للخط العام فالخط العام بيقول إيه يا جوز مش ده اللي ربنا عاوز لكن إيه ده الخط العام هنشوف فهنا في ضغط عليه أنه لازم تهرب نهرب بحاطر نشوف مرة كمان في أعمال تسعتاشر كده عندنا مثلاً بتاع خمستاشر سنة أعمال تسعتاشر دي في الرحلات التبشرية وأسقف وبقى شغلانة كبيرة بقى أعمال تسعتاشر لفكرة المذاكر أعمال الرسل ده اليوم اللي حصل فيه أكبر مظاهرة ألفين عامل من بتوع الأوسان بيهتفوا عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفاسوس وعاوزين يقطعوا بولس لأن بولس في أفاسوس اللي هي عاصمة أسيا الصغرى وقف تجارة الأوسان البزنس وقف بتاعهم لأن ما حدش بيشتري أوسان لأن نص البلد بقوا مسيحيين فمضغزين جداً من بولس وانتوا عارفين عند القرش مفيش ربنا بقى يعني ايه عند الأكل والشرب والفلوس لا انسى ربنا القرش أهم في الدنيا كده فالناس دي بقى هي بتدعي إن الموضوع كرامة أرطميس لكن هي الحكاية ايه ده بيزنس فهيفرتكوا بولس لما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب المرة دي بولس كان عاوز يدخل في المظاهرة ويدافع ويقول ويتكلم عن المسيح لم يدعه التلاميذ وناس من وجوه أسيا كانوا أصدقاء وناس بهوات يعني أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد كان معروف لو دخل المشهد ده سأطعوه أنا كل المواقف دي بشاور على إيه جماعة إنه في فرصة تموت من أجل المسيح بتقف وهو يبان في الثلاث مواقف اللي فاتوا إنه سلبي مش بيحدد قرار وقد تكون دي حكمة وقد يكون بيسلي ما نعرفش لكن ضغط المحبين لا دمشق هنهربك حاضر ورشاليم سيبها بسرعة اليهود هيموتوك حاضر المظاهرة اوعى تدخل حاضر طيب هنكمل كده على طول يا بوليس نشوف بعدها بصحين قال له ما نريح ورشاليم قال له لأ ده شغل مجانين ورشاليم من 20 سنة عاوزين ييموتوك ودلوقتي مش هيموتوك بس يعني يعمله اكتر من غزهم فهو بقى بيلف البلاد بيودعهم يقول لهم رايح ورشاليم ففي كل بلد الناس بتقول له بلاش شغل مجانين هربناك زمان كذا مرة المرة دي مش هنعرف لو نزلت ورشاليم مش هنعرف فجاء الينا بدل بيقول جاء الينا مين اللي بيحكي لؤ قديس لؤ اللي كتب سفر الاعمال يبقى هنا دلوقتي بقى مشارك للاحداث واخذ منطقة بوليس ده واحد اسمه أغاب نبي رجل بار كده قديس دخل زيارة كده في الحتة اللي قعد فيها بوليس وهو في السفريات ترانزيت كده مسك المنطقة بتاعت بوليس وربط بها دور جلي وقال ايه هذا يقول الروح القدس ده نبي حقيقي يعني أقصد يفي روح النبوة فعل الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في قرشاليم ويسلمونه لأيدي الأمم التعبير ده اللي مذاكر الأناجيل بالضبط التعبير اللي تقال على مين المسيح هيربطوا اليهود ويسلموا للأمم يبقى الخطوة الثالثة ايه اعدام ما لهاش حل بدل اليهود يعملوا العاملة ويقدموها للأمم مطبوخة يبقى معروف النهاي فلما سمعنا هذا ده لؤى بيتكلم مع كل بقى الحبايب تصوروا تلاميذه بقى وحبايبه من كل حط طلبنا إليه نحن والذين من المكان ألا يصعد إلى قرشاليم كل مرة كان بيقول إيه حاضر سيب دمشق حاضر سيب أرشاليم حاضر بلاش المظاهرة حاضر المرة دي تربس المرة دي مقالش حاضر ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أرشاليم لأجل اسم الرب يسوع ولما لم يقنع خلي بالكم سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب أنا عاوز أوصل لإيه من السيناريوهات دي أتصور إنه بولس ما كانش عارف نهاية توتيج إزاي بس في وقت ربنا بيلح عليه في حاجة مهما الناس ألحط ودافعها حلو دفعهم حب أعوزين بهم يقعد وبيقولوا له انت خسارة خلي الكنيسة مسؤولة منك هنا لا يعني لا مهما أقنعه ومهما ضغطه ليه هو شايف حاجة غير اللي هما شايفين هنشوف هاد الوقت هنعرف هو كان شايف ايه هنعرف ليه المرة دي تربس وأصر يروح أرشاليم مع الحاح أضعاف اللي كان بيحصل زمان فهمتوا النقطة اللي بأتكلم فيها كان زمان يلحو عليه حاطر اهرب من أرشاليم ماسي من دمشق ماسي من المظاهرة ماسي المرة دي هروح أرشاليم برجلي لا ما تروحش هروح فسكته وقالوا لا مش هنقدر نجبره لتكن ما شيء طلع وصعدنا إلى أرشاليم قبل ما يوصل أرشاليم وعز وعزة تاريخية وعزة دي محبوبة جدا عندنا في الكنيسة بنقرها حوالي 30 مرة في السنة في كل ما يجي نياحة أسقف بنقرى الوعزة دي في إبراكسيس الأداس من ميليتوس أرسل إلى أفاسوس واستدعى قصوص الكنيسة وقال له دي وعزة وداعية بيودع بيها بولس كهنة وأسقفة أسيا قبل ما ينزل أرشاليم فشوفوا قال إيه بقى اللي خلانا نفهم هو أنت المرة دي ليه عنيد المرة دي ليه مصر ما كنت بتسمع الكلام قبل كده وكنت بتقدر مشاعر نحن أولادك وحبيبك برضو ناسك يقول الآن ها أنا أذهب إلى أرشاليم مقيدا بالروح أنا عاوزة وصل لك الكلمة مقيدا بالروح يعني إيه أنا قبل ما تسجن في أرشاليم أنا الروح القدس أيدني وقال لي هتروح أرشاليم وأنا ما قدرش أقول للروح القدس لا أقدر أقول لك وكلك ولا وسما قدرش أقول للروح القدس لا شوفوا بقى درجة النضج اللي بوصل لها القديس بولس اللي بيقولوا كلام منطقي وكلام نابع عن حب لكن الحاح الداخلي اللي جواء أعلى صوتا من كل تلاميذ ومحبي لا أعلم ماذا يصادفني هناك يعني الروح القدس أيد لي حاجة ومش أيد لي حاجة قال لي لازم تروح أرشاليم فأنا رايح غزبا عنكم هروح يعني هروح غير أن الروح القدس يشهد اللي مأيدني ده في كل مدينة كل ما روح أي بلد يقولولي لو روحت أرشاليم هيحصل وها يحصل فالروح القدس بيقول لي أنت رايح أرشاليم لكني لست أحتسب للشيء يعني عشان ما تحسبوهاش بعقلكم وتقوله طب this is nonsense يعني يعني الروح القدس بيقولك روح أرشاليم عشان تتسجن طب ما الخدمة توقف طب ما ما تروحش ما أنت خدمتك أساسا مش أرشاليم إيه اللي يوديك خدمتك الأمم أوروب وهناك ما حاش يقدر يتبلع عليك لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من ربي يسوع لأشهد وبشارة نعمة الله كأن كل اللي أنا عاوز أقوله ده أوصل لسؤال واحد هل الأفضل يخضع للناس زي كل مرة؟ لا أحيانا تكون فضيلة أنك تقول للناس حاضر وتريح كل الناس بس لو أنت مقيد بالروح القدس هيجي في مرة تقول لهم لأ وتصر على موقفك مش بعند فيه ناس أكيد قالت لأبولس بلاش عند طبعا اللي ليهم ده بلاش عند مش مهم مش هيتهز لأنه ده مش عند ده لأن ربنا بيقول فأنا هسمع ربنا مش هسمعكم صوت الروح القدس إزاي يبقى أعلى من صوت العقل وصوت القلب ليه؟ بالمنطق ملاش يروح وبالحب الناس دي بتحبه الناس دي فعلا قدسين غابوا صدق قديس اللي قال اللي هيتمسكوا هيتضرب ودول تلميزه خدام معاه فبالقلب وبالعقل مش مفروض يروح إنما أعلى درجة في موضوعنا ماذا تريد يا رب أن أفعل أن يبقى صوت الروح القدس أعلى من صوت العقل وصوت القلب تفاهميني ولا أنا مش عارفة عبر يعني إيه يا جماعة يعني ساعات الواحد بيرتاح نفسيا لما يكون صوت ربنا ماشي مع المنطق يعني عريس كويس متدين ابن ناس فبالمنطق ينفع وصليت فربنا بيقول أوكي يبقى كده صوت الروح ماشي مع صوت العقل تمشي إيه رأيك يبقى بالعقل بيرفكت والروح القدس بيقول لا صعب أول بتبقى صعب ليه لأنه إحنا مفكرين صح طب ليه بيقول لا معلش ساعات الروح القدس كده بيبقى شايف حاجة غير اللي إحنا شايفنا وهو ده أصعب ما في موضوع ماذا تريد يا رب أن أفعل أن يحصل أن صوت الروح القدس يتعارض مع صوت العقل والمنطق والقلب والحب وكل الأصوات العقلة المعتدلة الحلوة إحنا مش بنقول ده بياخد رأي ناس وحشة ولا بنقول بيفكر غلط لا لا كل ده بيفكروا صح بيحبوا فعلا بكين على مصلحته وعلى مصلحت الكنيسة إنما هو بالنسبة له الروح القدس صوته أعلى أنا مقيدا بالروح فكانت الكنائس طبعا دي ما جاتش فيه ومليل يا جماعة هرجع كم إصحا عشان أقول لكم إزاي معلمنا بولس وصل للدرجة دي باخته إنه يبقى قد كده الصوت ربنا واضح في ذهنه فمهما الناس قالت هو شايف حاجة غير اللي شايف أنا كنت أحس البابا شنودة كده بالذات في آخر أي يوم كل الناس تقول حاجة في اتجاه وهو يصر على اتجاه تاني ونحن يبقى مقتنع وسيطلع هو اللي مع حاجة بعد سنين فيقول كانت الناس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم بعدما اكتازوا في فرجيجية وكورة غلطية منعهم الروح القدس يبقى هو هو اختبر يعني الروح القدس يقول لا وبدون منطق أن يتكلموا بالكلمة في آسيا طبعا آسيا دي خدمته قالوا لا ما تتكلمش حاضر فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح يبقى ده بيعرف يسمع إزاي الروح القدس قال لا وقال مش مسموح وهو سام هذا كل فمروا على ميسي وانحضروا لي طرواس وهو أعمال يصلي يا رب طب أعمل إيه أرجع ترصوصة عدت في بيت أبويا ثاني وزهرت لبولس رؤية في الليل رجل مجدوني قائم أطلب إليه يقول أعبر إلينا وأعنا يبقى هو بولس اتعود كيف ينقاد بالروح تحول سؤال يا رب ماذا تريد أن أفعل اللي ابتدى بيه أعمال تسعة إلى أن الروح القدس بيمنع ولا يدع ويشاور ويحرك إلى أن وصل في آخر حياته مقيدا بالروح محصورا بالروح يعني إيه نووين حد تاني سوءه غير ربانه وصل استوى تماما أنه مش بتحرك بأي منطق بشري عشان كده في أعمال 18 يقول لما انحضر سيلة وتيموساوس من مجدونيا كان بولس منحصرا بالروح يبقى حكاية الروح دي وتأثيرها على بولس دي بقى قطعت شوط طويل قوي لغاية ما وصلنا في أعمال 20 مقيدا بالروح كل القديسين وصلوا لدي عقبالنا كلنا يعني في رؤية واحد يحن يقول إيه كنت في الروح في يوم الرب في الروح يعني في حالة روحية الروح القدس هو اللي بيكشف وسمع صوت المسيح وابتدى يشوف إذا مقيدا بالروح اللي احنا هنطلبها من ربنا نقول له رب نفسي تأيدني بروحك نفسي مش بس ترد على سؤالي مش مهمة حتى ترد على سؤالي ماذا تريد أن أفعل أنا نفسي تحركني زي ما أنت عاوز زي اللي جررني وراك يعني في الأول كنت بقولك قولي أعمل إيه وهحاول أعمله لا ده في درجة أعلى من كده ما تقوليش جرني حركني ما تسيب ليش أي فرصة اختيارات مهما الناس ده وشيتني يمين وشمال أنا ما بمشيش ورا بشر أنت حرك طبعا دي درجة أجمل وأعلى مقيدا بالروح دي تخليك تقول إيه أنا عارف ومش عارف قال أنا عارف أن أنا لازم روح أرشالية وعارف أن أنا لازم أتضرب بس مش عارف هيحصل لإيه بالزبط هو ما كانش عارف أنه هيموت في الوقت ده ما كانش عارف هو عارف أنه هيتسجن وهيتضرب وصقا وشدائد تنتظرك طب هيموت من روح القسمة بيردس هستشد المرة دي لا ما فيش رد وهقول لكم بعد كده عارف الرد بس بعدها بحوالي 7-8 سنة هل هيموت بسرعة لا مش ضروري هنا بيبقى فيه دعوة لا تقاوم يعني الحاح داخلي ما تقدرش تقاومه ده مش مجرد ميل شخصي البعض بيعتبر أنه بوليس اشتقى يشوف الرسل فقاله يروح يعيد معاهم يوم الخمسين الموضوع ما كش كده مش مجرد وحشوا الرسل لا ده رايح برقليه للمكان اللي هييموتوه حصار الروح ده بيبقى زي حصار من كلمة ربنا يعني كل ما يفتح الإنجليا تأكد أن ربنا بيقوله كده كل ما يصلي يحس أن ربنا بيقوله كده ده اسمه محصورا بالروح الآن ها أنا أذهب إلى أرشالين مقيدا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة أن وثقا وشدائد تنتظرني ولكني لست أحتسب شيء ولا نفسي ثمينة عند الروح القدس يشهد الروح القدس ده روح النبوة يعني روح ربنا يعني ممكن الواحد يتلخبط هل الرغبة اللي جوايا بتقولي روح وبتقولي هتتعذب طب ليه أنا أقصد هنا إيه ممكن الواحد يتوسوس طب ربنا بيحبني وربنا أبويا ليه يختار لي الغلب ليه أتزل ليه يقولي لازم تتعذب طب الخدمة واسعة ولسه في مجال كتير للخدمة يعني بالشكل المنطقي بوليس فاتح مش أبروشيات فاتح قارات بوليس مسؤول عن آسيا وأوروبا تخيلوا فمش وقته خالص يتسجن مش وقته إنما هو مش بيفكر كده لو ساب عقله يحسبها ربنا أبويا اللي مدلعني مش هيسيب نتعب لا ما تمشيش كده لا ربنا أعرف بيعمل إيه حتى لو بيعزب عياله وطبعا صوت الناس بيعلى خلي بالكم الحاح بقى العاطفة بلاش حبيبي ما تسمناش وبتاع وفي أعمال عشرين انتهت بإيه بودع مؤثر جدا فاكرين النص يقولك وقعوا على عنقه يقبلونه وكان بكاء عظيم الناس بقى التعايت وتتشحتف ليه لأنه قالهم مش هشوفكوا تاني لا ترون وجهي بعد فالناس كانت بتموت فيه وهو متأكد مش هشوفهم تاني طبع ليه يطلع السؤال الساذك طب ليه يعني تعمل في روحك كده انت بتندحر انت مجنون وهو اللي يحب ربنا يعمل في روحه كده هو مصر لسته أحتسب للشيء هي دي بقى اللي بتعطلنا جماعة احنا ليه مش مقيدين بالروح ليه ما عندناش درجة الوضوح ده ليه ربنا مش بيحركنا زي الشطرانك لأنه أولا احنا ما قلناش يا رب ماذا تريد أن أفعل من الأول كفاية ما قلناش الموضوع بتاعنا ده ما عاشناش فيه كفاية ما ابتدناش بنفس القوم الحاجة التانية مشكلتنا في الحسابات احنا بنحسب وطول ما الواحد فينا بيحسب مش بيعرف يسمع صوت ربنا كويس لو هو قعد يحسب حساب الظلم والسجن والموت ما كانش تكمل لو حسابات الخدمة والمصلحة والفايدة ما كانش تكمل لو حسابات السمعة قدام الأمم واليهود ما اليهود هيتبلوا عليه وهتطلع عنه سمعة غلط وفعلا ده اللي حصل بالزبط انه ادعوا انه ده ضد موسى وكاسر الشريعة وانه مش رسول وشوهوا سمعته خالص لان ده حيلة البشر دي عشان يفقد ولاده كمان طب ليه تعرض نفسك لده طب حتى عشان عيالك ما يعصروش فيك ليه تسكت على التهم ابدا هو مقيدا بالروح الرأي العام والسياسة هو لا يحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي انا بوضيكو امتى الواحد ربنا يدينا كلنا يوصل الى هذه الدرجة من الانقياد بالروح انه يبقى بتحرك في ايد ربنا بسلاسة كده انه نفسك ما تبقاش غالي عليك بأي درجة فلما بيقولوا له يمكن تموت يتحك زي واحد من القدسين وهو بيسترشد فالوالي بقى ايه حاب يفرد عضلات انت مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه قال له هتحمل ايه قال له هنفيك قال له هتوديني بلد ما فيهاش ربنا فسكت فهم يعني انه ايه اي بلد فيها ربنا قال له اه هرميك في البحر قال له هلاقي يونان مستنيني والحوت قال له هرميك للأسود قال له هلاقي دانيال قال له هرميك للنهر قال له هلاقي الثلاث فتية وفعلا دار الحديث كده فهو التاني بيخدها فن يعني هتعمل فيها ايه وهو مبسوط جدا لانه هتسويدي بالناس دي يعني واخدها كريدت فطبعا دلوقتي بقى مش عارف يغلبهم هقطع رقابتك هبقى بولس هموتك هروح للمسيح هعزبك هاخد اكليل واحدين بقى مش عارف يغلبهم ايه دي طريق تفكير القدسين ليست نفسي ثمينة انا عندي ما عادش لها تمن خلاص الناس كلها بتخاف على عمرها زيادة لانا ما القدسين دول خلاص العمر بالنسبة لهم ايه تمن خلاص ايه اللي له تمن الرسالة ده اللي هيقوله دلوقتي دي بقى درجة النضج ان الواحد حياته ليست ثمينة انما رسالته هي اللي ثمينة والرسالة بيحددها الروح القدس وبالتالي لو الروح القدس قال افضل حاجة دلوقتي السجن يبقى السجن افضل حاجة دلوقتي الاستشهاد يبقى الاستشهاد الغنى الحقيقي للقدسين هو القيادة بالروح القدس يعني تبقى غني فعلا روحيا لو الروح القدس هو اللي بيحركك بغض النظر عن بتعملين قعد فالله بتصلي بتخدم غلابة بتبشر بالمسيح ايا كان اللي هتعمله انما تكونك وليد بالروح القدس يبقى هو ده احلى حاجة ممكن توصل له طبعا هو اتخدم بقى بخبرات قديمة قبل ده شاف استفانوس وسمع عن يعقوب بن زابة دي اللي استشهد في عمل 12 بدري قوي فعارف ان فيه احسن منه في نظره استشهده بدري فهو مش قلعان يكون احسن من الناس دي فيه وبعدين يقول لما قال هذا جسع لرقبتي مع جميعهم وصل وكان بكاء عظيم من الجميع ولا وقع على عنق بولس يقبلونه متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينة هل المشاعر دي محركتوش الارادة الالهية فوق المشاعر البشرية يعني ايه الراجل ده بيحب ولاده جدا وقال لهم في الوعزة انا كنت بقى انزر بدموع يعني احنين قوي على شعبه مرتبط بيهم نفسيا جدا ولو الارادة الالهية فوق ان احب احد ابا او اما او زوجة او اولاد اكتر مني فلا يستحقني حبه للسماء والربنا بقى اهم واعلى من حبه الاولاد واحفاده الروحيين بالرام انه بيحبوهم اكتر من حب الاباء الجسدين لكن حب السماء والمسيح اهم الشوء للنهاية اصبح اعمق من حنين العلاقات الشوء للنهاية اصبح اعمق من حنين العلاقات بولس مريب جدا لولاده بيحبوهم فعلا وبيحبوه قوي لكن في حاجة اهم واعلى واكبر من ده كله نختم بقى بكلمة صغيرة ابحث عن المشاعر والعلاقات المعطلة لقردت الله في حياتك دور ايه بقى المشاعر اللي ممكن عشانها ما تسمعش صوت ربنا او ما تبقاش منقض بالروح هل ارتباطك بولادك هل ارتباطك بظروف معينة هل حنينك الحاجات معينة معطل ان ربنا يحركك برحته انت ايه اللي معطلك لازم فيه علاقات وعلاقات حلوة وناس حلوين جدا ومحبة صادقة وكلام جميل بس السؤال الاهم هو ربنا عاوز ايه لإلهنا كلما جدو كرام الأبدا